في استقرار ليبيا قال استقرار ليبيا هدف مصري لا عايزين سروات ليبيا ولا عايزين نحكم ليبيا ولا عايزين نحتل ليبيا وليس لنا اي اهداف توسعية ولو كانت لدينا اهداف توسعية لكنا فعلناها منذ سنوات في ليبيا وغير ليبيا بالمناسبة لكن احنا دولة بتحترم حدودها وبتحترم الدول الاخرى احنا لسنا دولة طامعة ولا طامحة ولا توسعية تكلم أيضا سامح شكري على الإخوان وأنهم بيتعاملوا بشكل أخطبوطي شكل شبكي رهيب وقال سامح شكري لأنه في المكان المجلس المصري بتعاون الدولي في الجاليات المصرية قال هناك دور مهم للجاليات المصرية لفضح مخططات الإخوان وده نداء أنا شايف أنه نداء مهم جدا من وزير خارجية إلى كل الجاليات المصرية وأنا بقول من هنا من هذا المنبر إلى كل الجاليات المصرية وكل المصرين في الخارج عليكم بفضح الإخوان وفضح مخططات الإخوان فهم الأعداء الحقيقيون لهذا الوطن الأعداء الذين لم يتوانوا لحظة في الإيزاء المتعمد لمصالح هذه الدولة تاني بقول والمفروض الجاليات المصرية اللي في الخارج بتكلموا لغات الدول اللي هم فيها وعارفين ثقافتها بقول تاني سوف نساعد ونمد هذه الجاليات أي جالية عايزة أي معلومة أي وثيقة أي فيديو عن الإخوان منذ إنشاء الإخوان في 928 بمعرفة حسن البنة والمخابرات البريطانية حتى هذه اللحظة كل الوثائق أي حد عايز أي وثيقة يتواصل معنا وأنا بقول صفحات البرنامج وأوقات البرنامج مفتوحة أمام كل الجاليات المصرية في الخارج تواصل من فضلك معنا اطلب ما شئ في أي موضوع خاص بالإخوان سنوفيك بالوثائق والله لن يكون فيها وثيقة مضروبة ولن يكون هناك فيديو تم اقتطاعه أو من سياقه لأنه لسنا في حاجة إلى ذلك الإخوان باعترافاتهم بوثائقهم بكتبهم بمذكراتهم بتاريخهم الأسود منذ حسن البنة وإلى الآن مفضحون أعلم أن كثير من الناس ربما لم يكونوا على علم بكل هذه المخططات ربما بحسن نية بوازع ديني ناس كثير متدين عندها الدين مكون أساسي أنا واحد من الناس عند الدين مكون أساسي هل الدين نفسه الحفاظ على الدين وشعائر الدين هل هناك اختلاط بينها وبين الإخوان خدوا بالكم وانتبهوا رئيس الدولة في أكثر من مرة قال إن إحنا عايزين نلحق نلحق ننقذ ديننا والمتدينين بتوعنا من هؤلاء الخطفين الدين الإسلامي اللي خطفوه خطفوه وشوهوه وغيروا معلمه عايزين نرجعه تاني ونحافظ عليه ونتشرف فيه ونفخر به ونسعد به ونتعلم منه لأنه فيه الكثير من الحلول لكثير من المشاكل اللي بيواجهها العالم كله دلوقتي